لبداية أي شخص لديه إعاقة و نجم و هو ما يدري أنه نجم بدايتي أنا كنت درست و وصلت إلى المرحلة الثانوية و عمري 16 سنة 17 سنة و ما كنت أعرف ألبس اللبسة زي الرياضي طبعا لابد نعرف أن المعاق لما يمشي مثلا مشيتي أنا مثلا عندي إعاقة شل الأطفال لما أمشي و لابس لبس رياضي كنت أنظر لها نظرة يعني قد أتعرض إلى تنمر مبقا إلا أكيد أتعرض إلى تنمر فكان مدرس الرياضة أجبرني أني أنا أحكم بطولة المدرسة الثانوية و أنا لا بستوب قالت فدخلني بالرياضة فقد يكون أنه هو العنصر الأساسي اللي خلاني أدخل رياضة ذوي الإعاقة فتحولت و عسكرت لمدة تقريبا حوالي 25 يوم الكرة تسلة ما خبرونا أنه كان في بطولة في بريطانيا فقالوا أنه جهز جوازك بعد أسبوع بتروح تمثل المنتخب السعودي كنت أتسلة كان عمري 17 سنة صغير أصغر لاعب في المنتخب و كنت ألعب أساسي فرحت فرحان أروح أبلغ قال لي أن أخواني عندي أخواني و حول يتسعى ما شاء الله لا إلي الله فكانوا يقولون يلعبون عليك يا رجالي يعني ما توقعنا واحد كان سلبي صفر ما كان حتى يلبس زيري هذا فجأة يمثل المنتخب يروح يشارك بطولة في بريطانيا في منشستر فكانت هذا شعور جدا جميل جدا هذا عام 1999 الحاجات هذه ترسخ معي و أذكرها بالعكس قد أني ذكرتها كم مرة و أني يعني رفعت من همة أي شخص لديه إعاقة و لكنه ما يعرف أنه وجوه بطل ممكن أنه يقدر يخدم مجتمعه يقدر يندمج مع المجتمع برياضته إزرين تقريرات سيلة مجتمعه اشتركوا في القناة